السبت من دارية ومعنا من هناك مراسلنا كريم الشيباني مساء الخير كريم مساء الخير عصام ومساء الخير لمشاهدية الفضائية السورية ومساء الخير لياسمين ومساء الخير للزملاء في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمركز الأخباري تم إقفال ملف دارية مناصفة لمن يرغب بالذهاب إلى إدلب ولمن يرغب بالذهاب إلى مراكز اليواء في حرجلة اليوم أنهت الدولة السورية والحكومة السورية بعد أقل من 48 ساعة على بدء الاتفاق في مدينة دارية خروج المسلحين والمدنيين بشكل كامل هذا الاتفاق الذي كان من المقرر أن يمتد لمدة أربعة أيام ولكن من خلال ضبط هذا الاتفاق والالتزام ببنود هذا الاتفاق والهدوء في تنفيذ بنود هذا الاتفاق اليوم الدولة السورية تحرز إنجازا جديدا يوازي إنجازات الجيش العربي السوري في إعادة دارية إلى حضن الوطن في إعادة هذه الشوارع التي الآن نقف فيها في قلب دارية إلى حضن الوطن شارع الكورنيش في دارية التربة شارع الجامعة هذه الشوارع التي كانت تنبط بالحياة ومنذ أربع سنوات لم تشهد إلا لغة الرصاص ولغة القنص ولغة التفجيرات اليوم عادت إلى حضن الوطن لتعود إلى ألقها وإلى حياتها الطبيعية دوران وعجلت والسرعة في أداء الدولة السورية والحكومة السورية والقوات المسلحة واضحا منذ الجمعة البارحة صباحا من خلال التنسيق العالي المستوى هذا ما يؤكد جديدا وما يؤكد بشكل جدي بأن الدولة السورية هي الأحرص على المواطن السوري وعلى الشباب السوري وعلى الأطفال والرجال والنساء من خلال عودتهم إلى حضن الوطن ومن يرغب بإبقاء السلاح معه ذهب باتجاه إدلب اليوم تم استكمال الدفعة الثانية وهي كانت الدفعة الأخيرة ضمن بنود هذا الاتفاق وتوجه حوالي ألفين شخص ما بين مسلح وما بين مدني كل لمن يرغب مناصفة باتجاه إدلب وباتجاه حرجلة القوات المسلحة الجهات المختصة بدأت بعمليات التمشيد بعد أن قامت الفصائل المسلحة والتي يبلغ عديدها حوالي سبعة فصائل بإحراق مقراتها الموجودة ضمن دارية اليوم ظهرا كنا في بث حي ومباشر حصري للمركز الأخباري من قلب دارية هذه الشوارع التي لم تشهد أي حركة طبيعية أي حركة للأقدام على شوارعها اليوم كان هناك حركة لكاميرا المركز الأخباري ترصد الواقع والهمة العالية للجهات الحكومية والدولة السورية في إعادة الحياة الطبيعية إلى هذا المكان حقيقة العبوات الناسفة والمفخخات موجودة بكثرة في شوارع دارية غدا صباحا باكرا ستبدأ الجهات المختصة بعمليات التمشيد استكمالا للعمليات التي قامت بها اليوم ما هو جدير بالذكر بأن اليوم عدد الحافلات التي انطلقت حوالي العشرين حافلة باتجاه إدليب وباتجاه حرجلة وتم ترفيقها بعدد من عربات المختصة العربات الأيادات الطبية المتنقلة تم تأمين كل ما يلزمهم من خلال الأطباء الموجودين إضافة إلى الاستمرار بعملية خروج المسلحين منذ الصباح الباكر إلى حوالي الساعة الخامسة والنصف ظهرا ما هو جدير بالذكر عصام بأن رياح هذا الاتفاق أو إذا صحت تعبير المصالحة الوطنية والتي كانت سوريا بشكل بحث سوري كان الاتفاق من قبل الدولة السورية والفصال المسلحة بدأت هذه الرياح تمتد إلى جهات أخرى وإلى مناطق أخرى ملاصقة لدارية هذه العملية التي تسجل للجيش العربي السوري والقوات المسلحة من خلال فصل مسلحي دارية عن مسلحية المعظمية في الأشهر القليلة الفائتة وبالتالي الوصول إلى موضوع الاتفاق مع الفصال المسلحة الموجودة داخل دارية اليوم دارية تعانق دمشق اليوم دارية تنتظر أهلها وأبنائها وتنتظر رعاية الحكومة السورية ورعاية الدولة السورية والتي وجهت بإعادة إعمار هذه المدينة المدينة وبإعادة المدنيين وبإعادة ألق هذه المدينة مدينة دارية قاسيون اليوم يعانق دارية والمناطق الأخرى الملاصقة لدارية التي تبعد عن عمق العاصمة دمشق ثمانية كيلومترات وعن أتصراد المزة ثمانمائة متر تتوق للعودة إلى الحضن السوري فعلا هو إنجاز يسجل للدولة السورية وللجيش والقوات المسلحة والآن سنكمل مسائية المركز الأخباري مع ياسمين والملفات مع عصام